الكرة المصرية سواء متخبنا الوطني أو المواجهة المرتقبة بالتأكيد النهاردة أمام الجزارية مواجهة ودية لكن عايزين نستفيد بها بشكل كبير جدا وأيضا كمان نستهدأت النادي الأهلي لمباراة تاسمب التنزاني كلام كتير جدا بالتأكيد هنالك شو طبعا مع ضفنا العزيزين المشارفنا منهارنا نهاردة طبعا أنه قدرياد الأساس سامح سمير برحب بيك في البداية والسعادة بوجودك معنا نهاردة بالتأكيد أنا بسعيد بيك أوسكريم منول الدنيا شكرك شكرا أهلا وسهلا وأنا كمان طبعا سعيدة لأن بيبقى فيه قراءة مختلفة وبيبقى فيه برضو مصدقية وبيبقى فيه تحليلات فخليني أبدأ ونبدأ بالمنتخب ولا عايز نبدأ بالأهلي زي ما أنت عايزة الاثنين أهم من بعض المنتخب طبعا نهاردة الليلة ليلتك الليلة ليلة المنتخب فعلا أنا حاسق لك نفس السؤال اللي سألته لأيمن جيلبيرت وطبعا ناقة الرياضي ما كان معنا على التليفون لأن ده السؤال الأحلان أهم الناس تلفت شوية في فكرة تقديرهم أو يعني زي ما بتقال كده التقييم لمباراة النهاردة اللي بعد بيشوف ودية وتعدي حتى لو السكور مش كويس وحتى لو منتخب الجزائر فايز والبعض الأخر يقول لك مستحيل يكون الموضوع سهل بهذا الشكل حتى لو ودية أنت بتتكلم فيه نداء حيكسر المعنويات هتبني على بداية غير موفقة تماما في نفس الوقت أنت لو خسرت طب أنت هتعمل إيه في اللي جاي فهل أنا أقدر أقول السيناريو ده ولا السيناريو ده الأستاذ سامح يعني بيمين لي أو شايفه صح لا طبعا أنت منتخب كبير مفترض أنت منتخب الفرعنة منتخب مصر مفترض أنك أنت صاحب الباعل طويل في أفريقيا مفترض أنك أنت زاك زي الأهلي طبعا مقارنة مش موجودة ولكن أنت بابع أفريقيا سواء كنت منتخب سواء كنت أهلي ده طبيعي جدا فطبيعي أنك أنت منتخب واخد سبعة بطولة أمم أفريقية الكل بيخاف منك الكل بيعمل لك ألف حساب من مرح لما يطلع جمال بالماضي كنت أتمنى أننا واجه مصر في القاهرة أنا رايح ألعب منتخب كبير جدا عنده سبعة بطولات أفريقية والركراكي مدرد منتخب المغرب اللي رايح رابع كاس عالم بيقول أننا برشح منتخب مصر يفوز بكاس أفريقية عيب لما نقول أننا رايح ألعب للجزائل لا بلاش الجزائل اللي حسرت المعنويات تبوز اللي عيبة تخاف كفاياكو الثقافة دي غيروها كفاياكو لازم نغير من ثقافة اللعب المصري نغير من زوء وثقافة وتقدير جمهور المصري المفترض أنه هو بيعي كويس جدا لقيمة المنتخب وأنه هو رايح يواجه منتخب زي الجزائر ده التحام قوي جدا خبرة ما بعدها خبرة بتلاعب منتخب كبير جدا في إفريقيا تعمل منتخب ديربي ما بين مصر والجزائر معهودة على مدار سنوات طويلة لا لازم تفرح لازم تنبسط التذاكر كلها عن آخرها خلصت انتهت الكل منتظر في استادها الزعب انزايد في الإمارات واجه منتخب الجزائر اتعلم زي ما تعلمت في مباراة منتخب تونس عند الأخطاء صلحها كسبت هاي جدا برافو كلها حيسقف لك تخسرت تتعلم من أخطائك عشان تستعد لكاسهم الإفريقية يا جماعة ثقافة الاحتراف غير كده تماما ثقافة المواجهات غير كده تماما ثقافة أنك انت كبير إفريقيا وداخل على سبع بطولات إفريقية والتمنى المفترض تحققها بس انت بعيد قوي برضو عن اللقب بقى لك سنوات والبعد حتى قالك أنا بحب أقرأ التعليقات حتى من جماهير مش مصرية يعني طبعا فيه ناس بتنتقد وناس من جماهير جزائر يعني طبيعي سيقولك يعني ما تبنيش قوي على التاريخ بتاعك انت بقى لك سنوات عديدة بعيد يعني فيه مصدقية يعني فيه منطق بس طبعا الحاجة يعني أنا حاولي القنبلة أنا دايما بقولها الناس بتزعل مني وبيقولي انت ليه بتقول ده لكن ده حقيقة أنا ما عنديش منتخب مصر من 2010 عشان بس ما حدش يزعل دي هي جملة قوية طبعا مش قوية هي وقعية أنا ما خدتش أي بطولة ما حققتش أي إنجاز غير أن وصلت كاس عالم في مشاركة يعني مشرفة عشان خطر أروح في 2018 في روسيا أنا ما عنديش منتخب مصر من 2010 أنت راجل يعني عنديش مصدقية يعني أنت مش شايف أنت مش شايف ومش فاهم وبتضحك على عقول الناس لكن أنا أقدر بقول برضو أن هذا الجيل بمناسبة محمد صلاح واللي معنا على الشاشة هذا الجيل أعتقد أنه من الممكن التوليف الموجودة حاليا بإمكانياتها بالياقتها البدنية والذهنية والمهارية تقدر أن هي ممكن تبني منتخب قوي حاليا بالتشكيلة الموجودة دي تشكيلة دي فقط ممكن أبني عليها منتخب قوي جدا يعيش معي السنوات اللي جاي أقدر أدخل بي كاسهم الأفريقية مرتاح أدخل بي تصفات كاس عالم مرتاح أنت أنت تصل لكاس عالم أنت عندك مجموعة مش عايز أقول سهلا ما بقاش في حاجة اسمها سهلة وصعبة في إفريقيا تماما ودائما بقولها تفرجوا على جزر القمر في بتوتهم الأفريقية اللي فاتت عشان تعرفوا أنه ليس حاجة اسمها منتخب كبير ومنتخب ضعيف أو صغير أو لسه حديث الولادة لا خالص تماما فأنت المفترض أنك تعرف أنت داخل على إيه وهذا المنتخب أعتقد لو روي فيتوريا اللي أنا شايف أنه لا يزال بيقدم أوراق اعتماده أنا لسه مدير شؤوني لفتوريا أصبح المدير الفني المخضرة من منتخب مصر أو الذي يستحق إدارة منتخب مصر على مدار السنوات القادمة ولكن هو لا يزال تحت الاختبار فمنتخب مصر مع هذا الجيل مع توليفة محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد وتريزيجي والحقيقة تقال أنت أمام جيل يستطيع أنه يبني فوق ما تركه تريكا وبركات والحضري والجيل العظيم من منتخب مصر